لكن الجماهير بتبقى عارفة وزي ما شوف يعني تمال حقيقة أنا ما كنت بتكلم في بعض الأوقات كنت بقول إن في كل من الجماهير أعتقد إن تصرفاتها كانت مش مناسبة مع المرحلة اللي كنت أنا موجود فيها في بعض الأوقات كنت بلا يفط لا تتناسب مع المرحلة أنا كنت فيها لا تتناسب مع المرحلة أنا كنت أول الدوري لا تتناسب مع العام السابق إن أنا كنت بطل الدوري بطل السوبر وصل نهاية أفريقيا ولعب نهائي كأس مصر في حاجة بتستغرب الجماهير دي بتعمل كده ليه أكيد في حاجة مش مزبوطة هل في جماهير بيدفع لها كابتن حسان بمنتغي الصراحة الكلمة دي صعبة جدا لكن عشان أتكلم بالواقع بقول لحاجة دي من الكلام اللي أنا بقول عليه أنه أكيد أنه في بعض الجماهير بتحب الفريقة لكن في بعض الأوقات بيبقى عندها جزء خاص بيها لازم تستفيد ولازم يبقى لها كلمة مؤسرة حتى تشعر الجماهير اللي حواليها أنه مليم كلمة مؤسرة فبالتالي بيبقى في مصالح أنا قبل كده طلبت قلت من جماهير النادي الأهلي في مرحلة معينة يجب أن تكونوا حذرين من الجماهير دي لأنها بتأثر بشكل كبير جدا على اللعبتها بشكل سلبي وبتأثر على جهزة الفنية وزم حقيقة بتقول في بعض الأحيان للأسف حقيقة قلت كلمة كويسة جدا أنه بيبقى لها تأثير فيجب أنه جماهير النادي الأهلي وأي جماهير كبيرة زي جماهير النادي الزمالك أو كده تتضافر للعناصر دي النهاية تواجهها والعناصر دي طبعا هتزعل مني دلوقتي وبرضو لكن أنا ما بهم ليش طبعا لأن أنا فترة بعينة بقول الحاك دي سبب من الأسباب اللي خلتني طبعا برضو وأن أنا في بعض الأحيان أبقى مش مفصوط من مرحلة اللي أنا موجود فيها لأن كل الحسابات بقول الحاك اللي أنا كنت موجود فيها ما كانش يجب يحصل اللي كان موجود دي والأجواء اللي كانت موجودة بجانب طبعا أشياء أخرى حيث عارف أن أي حتة فيها تنافس بيبقى فيه أفراد سوية وفيه أفراد غير سوية فيه أفراد في بعض الأحيان لما يتناجح طب بتقول الله طب النجاح ده مش لي أنا ليه ده داخل البيت ممكن داخل البيت أو حد كان داخل البيت وخرج فأنا بتكلم بصراحة المهاردة لكن بالفعل أن الكلام ده موجود وللأسف أن الناس دي للأسف مش عارفة قدراتها بتعتقد أن هي ممكن لازم تبقى موجودة دون تقيم لقدراتها والقدرات دي شيء كبير جدا لأن أنا بقول لحك فترة كبيرة أنا موجود في المكان ده عارف عن إيه قدرات وعارف عن إيه خبرات وعارف عن إيه اللي ممكن بيتكلم من بره وبيعتقد أنه ممكن يبقى موجود في المكان ده لا العملية عاوزة حاجات كثيرة جدا مستقترين عليك كابتن حوشا كلمة مستقترين عليك دي أنا برفض الحاجة من وجهة نظرهم من وجهة نظرهم أنا برفض الحاجة لأن أنا بقول أن كل واحد ليه قدرات الكدرات دي بتبقى نمرى واحد قدرات شخصية نمرى واحد قدرات شخصية البعض بيجعل قدرات شخصية بشكل كبير جدا يعني فيه ناس كأحتكد بيهم كتير الناس عندها قدرات شخصية الناس ما عندهاش قدرات شخصية وللأسف فيه البعض ما عندهاش قدرات شخصية ويعتقد أنه هو مفروض يكون موجود في مكان معين لا الكدرات الشخصية اللي هي حسابات كتيرة جدا حتى تبدأ طريقك لابد نمرة واحد ان يكون عندك كدرات شخصية اما تبقى عندك كدرات شخصية تبتدي طريقك عشان تقول اكتسب الخبرات ابقى مسؤول ابقى مدير فني لكن ما عندكش الحاجة اللي انت هتبنى عليها القاعدة دي طب انت زعلان ليه وبتتكلم ليه لان هو مش حاسس باللي انت بتقول هو متصور ان هو عنده ده هو مش وصل له ومع ذلك بيبقى التصرفات مش مزبوطة تصرفات من بره مش مزبوطة كلام من بره مش مزبوط كلام مع بعض الناس اللي مش مزبوطين كل دي اجواء انا بقول كانت فيه فضل طب انت جرتني بسرعة ولو انه كان سؤال متأخر في ورق وبرضو بالصراحة الحلوة انت بتتكلم بيه النهاردة يعني كابتن زيزو طلع قال انه انا استلمت فريق مهلهل وان انا عملت معاه انجاز واعجاز وقد تنخر الدنيا ان انا وصلت المرحلة دي وانت كليك ردك انا بقولي طبعا احترام لكابتن زيزو طبعا مش مزبوطة واقع على سامح لا 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 احترام لكابتن زيزو طبعا اشياء كتيرة كابتن زيزو طبعا كابتين وكذا لكن كون ان هو لو فعلا انا فعلا تعرفت الموضوع لو قال انا اسمعته بنفسي في احد البرامج كلمة يعني لو انا هطلع اتكلم في حاجة ما يجيبش تطلع مني كلمة زي دي لان الواقع بيقول غير كذا الواقع انت مستلم فريق كان فريق النقاط ما كانت ست النقاط انت مستلم فريق محق الدوري السنة اللي فاتت انت مستلم فريق كان الاول على الدوري ففي كلمة مهالها دي لا ممكن انت تبقى عاوصة دي في شيء لنفسك لكن عاوصة دي في شيء لنفسك لابد لو فيه برضو قدرات مش هتضيفه بخطأ ممكن تجمل نفسك بشكل كواس كده لكن بخطأ طبعا انا طبعا اعتقد ان هو ممكن كابتن زيزو النيدم على الكلمة اللي او طب هل انت شايف نحقق بالفعل حسابات لا هو عمل اربعة اربعة عادل وفوز يعني هو حاول طبعا مسك فترة سيارة طبعا لكن بالنتاج وكده لا مفيش عجاز لا مفيش عجاز لكن ممكن هو حاول حاس ان هو عمل مكود ممكن تقال الكلام ده لكن لو قال فرقة مهالها اعتقد الكلام ده طب انت شفت طبعا وتبقيت اكيد وتفرقت على الفرقة اكيد هل انت شفت طفرة في اداء النادي الاهلي بعد تركك له وتولي كابتن زيزو اصحيت طفرة دي حوز وقت وعاوز شغل عشان كابتن زيزو يعمل طفرة هو ممسكش الوقت اللي يقدر يعمل فيه طفرة يعني عاوزها وقت شوية في نفس الوقت اكيد انا سبب من الاسباب الناس يعني برضو محطتش تحته قطوت او فهمته اما انا مشيت لان انا بحب النادي الاهلي وبحب فريق النادي الاهلي وبحب الكيان تعال النادي الاهلي ده فيمكن انا في بعض الاحيان بضحي يعني باشياء على حساب نفسي واللعيبة تتذكر الكلام ده وانا في اسماعليا وفي حجرة الملابس قطولهم ممكن انا بسيبكو وانا عارف ان انتو ابطال وتقدروا تعملوا بطولات وتحافظوا على البطولات لكن شيء او سبب من الاسباب الاخرين انا سيبكو ان انا هعملكو هزة ان الموديل الفني بتاعكم مشي فبالتالي حيبقى عندوكو دوافع تقول ايه اللي حصل فلابد يبقى عندنا دوافع فممكن لعب النادي الاهلي لابد ان انا بعد محساب البدري لازم يكون فيه تغيير حصل الموديل الفني ماشي الموديل الفني استقاد ساب الفرق استقاد لابد يبقى فيه دوافع عندهم لكن ما كنوش موفقين يعني هما اللعيبة حولت وبازلت اكسا جهد لكن ما كنوش موفقين لا بصراح ما كنوش موفقين يعني اربعة عدلات وفوص خمس مبارد لكن هما حولت اللعيبة حولت يعني ودي كرة القدم ساعة انت بتحول ويتبقى مش موفق يعني لكن هما حولوا مقصروش طب انت شايف برضو بصراحتك المعهودة وبعيدا عن قونة كنت مدير فني النادي الاهلي كنت شايف ان القرار الاسوب كان استمرار كابتن سيسول لهاية الموسم بمنتهى الصراحة وبدون بميومات في حالة واحدة لو كان جاء مدير فني تاني بمعنى غير شو زي غير شو زي وانا حذرت يعني احد الناس المقربين لها جدا وهم قريبين من مجلس إدارة النادي الاهلي والحبي يعني بعد ما طرقت على طول قلت لهم يعني بلغ انا طبعا محبيتش اقول رأيي طبعا بالرغم ان انا قريب من مجلس إدارة قريب من مجلس الكورة جدا يعني كابتن حسن وكابتن خطيب وكابتن طارق لا يشفيه اه يعني ربنا يشفيه ان شاء الله وقريب منهم لكن حبيت اوصل الرسالة قلت لهم اكبر خطأ احصل داتي لو جاء مدير فني اجنابي دلوقتي لان حساباته هتبقى خاصة باشياء متى تمشاش مع النادي الاهلي دلوقتي فلابد الافضل ان يستمر الكابتن زيزو حتى بالنتاج اللي انت حتى بالنتاج اللي انت حتى بالنتاج اللي ان في النادي الاهلي برضو اه يمكن الكابتن زيزو تكلم على عامل النفسية وكده وكانت يعني هو يمكن نركز على عامل النفسي اكتر من الشغل في الكورة زي ما انا بقلت في الفترة اللي فاتت دي اه 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 ولو اني طبعا بقول ما كانش فيه توفيق في النتاج لكن زي ما انا بقول لو كان جاء مدير فني تاني كان لابد أن الكابتوزيز هو الأفضل هو اللي يستمر لكن جوزي مجيئه هو عارف اللعيبة وريب معظم اللعيبة دي كانت موجودة معاه فما كانش حيحصل لنا كنت خايف يعني اللي أنا خايف منه اللي هي الوقعة اللي ممكن تحصل مش الوقعة وعملية أنه ياخد قرارات يصمم عليها كانت عاوزة بتدرك زي ما حسين من بدل كان بقول أن العمالية عاوزة تدرك والإحلال عاوز تدرك والتجديد عاوز تدرك لكن الناس ما تقبلتش الكلام ده من حسين ممكن تتقبله من حد تاني وارد للأسف فبقول هو مجيء جوزي طبعا هو لنا بقول ما يشحام المشكلة اللي أنا كنت خايف لو جاء مدير فني آخر أجنبي كانت تحصل فكنت بفضل الكابتوزيز استمت لكن بعد مجيء جوزي خلاص